لا تفرق آلة العدوان الإسرائيلي بين فئات المدنيين الفلسطينيين فمثل غيرهم يتألم ذو الإعاقة في قطاع غزة من تبعات حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال قتلا وجرحا وتهجيرا ومنعا من العلاج والدواء التقارير الرسمية تقدر عدد الشهداء من الأشخاص ذو الإعاقة منذ بداية العدوان على القطاع في أسابع من أكتوبر الماضي بنحو 200 شهيد بينما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقدين أما بالنسبة للجرحة فإن عدد من أصيبوا منهم بإعاقات حديثة يتجاوزوا عشرة آلاف وهؤلاء انضموا إلى قوائم الأشخاص ذوي الإعاقة بعدما عاجزت المنظومة الصحية عن علاجهم بسبب انهيارها نتيجة الحرب المستمرة أيضا فإن قوات الاحتلال وخلال عدوانها عملت على اعتقال العشرات من ذوي الإعاقة سواء عبر العمليات العسكرية المباشرة أو عبر التوغل البري في الأحياء السكنية أو أيضا من خلال نقاط الحواجز العسكرية التي تفصل شمال القطاع عن جنوبهم وبحسب جهاز الأحصاء المركزي في غزة فإن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة قبل بدء العدوان الإسرائيلي تتضاعف ليبلغ قرابة 130 ألف نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المكررة على القطاع حاليا من استطاع من ذوي الإعاقة النجاة بنفسه وجه أخطارا كبيرة في مقدمتها الموت جوعا وانعدام الأمن بشتى أشكاله مع انعدام شبه كامل للدواء والرعاية الصحية والعلاجية ولا شك وفق تقاريرها رسمية فإن معاناة ذوي الإعاقة مضاعفة في أعقاب تدمير الاحتلال معظم المؤسسات العاملة معهم ليحرم الآلاف منهم من خدماتها المتواضعة موسيقى 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 موسيقى